علشان يعني الحديث يبقى متوازن فإنه أيضا للجمعية حق الرد في ذلك أنا أستأذن حضرتك معنا على التليفون دكتور حسام لطفي المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين أهلا بيك يا دكتور حسام أهلا وسهلا يا فندم إزاي حضرتك كله تمام؟ أهلا بفك الكريم أهلا وسهلا أهلا بحاجة يمكن حضرتك سامع دلوقتي كلام الأستاذ محسن جابر المنتج المعروف حول مسألة عملية البيع والتنازلات وأيضا الإجراءات القانونية اللي تم اتخاذها تجاه شركة سلط القاهرة ومحسن بي قال والله أنا كسبت كل الأضايا وحكم ليه بتعويض فرد حضرتك على ده إيه؟ يا فندم أنا ردي حاجة واحدة إحنا عندنا المستجلات المحاكم موجودة والأحكام موجودة أستاذ محسن جابر اشترى من الورصة والحقيقة أنا كان ليا فرصة أنه قابلته ومكتبه وقال لي أنه هو إيه رأيك أنا اشتريك من الورصة والكلام ده كله قلت له يا أستاذ محسن أنت مش صحيح حق الورصة يبعو لك الورصة ما ينلكوش إلا نزة معوية قدرها 30 كنان قال لي طب إيه الحل؟ قلت له الحل الوحيد أنهم موجودة تخرج من التربة وتسجلك تسجيل جد أستاذ محسن دلوقتي هو بيعرض لحضرتك بيقول سكرتين مختلفتين أولاً في فرق بين التعاقد على تسجيل صوتي والمصنف نفسي يعني أنا ما بعمل تسجيل يعني إيلي عبد الوهاب يغني في فيلم عندنا تسجيل فيلم عبد الوهاب يغني في حفلة عندنا تسجيل حفل عبد الوهاب حيغني في العيد القومي المصر يبقى تسجيل العيد القومي عندنا أغنية الأطلال أغنية الأطلال اتغنى كعدة مرات والأستاذ محسن اشترى صوت لبنان وفيها أغنية الأطلال في صوت رياض الصنباط يعني أستاذ رياض الصنباط بعد ملحن الأغنية لسيدة مكسوم تسجلها بصوته مباشرة لشركة صوت لبنان والأستاذ محسن اشترى شركة صوت لبنان مبروك عليه نعيد أقوله أنه حصلت مسكلة نسيجة هذا البيع من بعض الورصة من كلهم إلا باعوا حقوهم في الثلاثين في اللية فقط وضيف للعقد اللي هما مضوا عليه أنهما بيضيعوا استاذجيرات الصوتية أستاذ محسن مونت كرير وعارف أن استاذجير الصوتي ده معناه مش تأليف وتلحين فقط ولأداء لا ده استوديو وعازفين ومكان بيشتغل وطباع وفي عقود موجودة بين السيدة ومكسوم وشكل صوت القاهرة وفي إقرارين واحد الإقرار الأول بخط إيل السيدة ومكسوم موسطق أمام الشهر العقاري بتقول أن شركة صوت القاهرة هي المالكة الوحيدة من تجزيلاتي حاليا وفي النصف الثاني الإقرار صادر من الدكتور الحزماني رحمة الله عليه والسيدة سيدة بنت أختها ودول الدين الأول من ورثة بيقولوا أن شركة صوت القاهرة هي المالكة الوحيدة لهذه التجزيلات أستاذ محصم بيشير للتعاقد على الفيديو الفيديو مختلف من الفيديو السيدة ومكسوم المطلع الفيديو انتلكت حق الفيديو وبعقود واضحة بتقول أنا اللي بملك الفيديو وأنا اللي بكتولكو حق إدعاء فمن حق الورثة أنهم يبعو حقيقة هما ما باعوهوش الأستاذ محصم بس لما كثير من الورثة باعوه أكثر من مرة وفي ناس قبل الأستاذ محصم وخلال الشهر الجاي عندنا وكالة منهم إن شاء الله وخمطالب بحقوقنا لأن في عقود موقعا من الورثة بيعيدين التسجيلات للسماعية البصرية لجهة أخرى فينا فالعايزة أقوله أنه هناك فارق ما بين التسجيل الصوتي بشركة تسجيل صوتي والمصمت نفس اللي هو ممكن يتعاد توزيع وممكن يتغنى بأكثر من طريقة أو بأكثر من صوت زي ما حضرتك بتسمع صوت ستر حدائي حديدة بسطاية أحمد بسطاية أحمد بسطاية محمد عبد الوهاد وبسطاية عبد الحليم حافظ الثلاث تسجيلات موجودة